اهلا بكم في فيديو جديد وبرفان جديد هنتكلم عنه النهاردة هنتكلم عن ازارو وونتد اي دي بي او ده بارفان. البرفان ده نازل السنة دي ويعني فيه تساؤلات حواليه وفيه ناس كتير مطلددة هل تجيبه ولا لا? هنتكلم عنه في الدقيقة الجاية واقول لك كل حاجة عانت اعرف عن البرفان ده قبل ما اتخرر انت تشتريه بس الاول ياريت لو مش عامل ترضع تنفع لي واحدة سبسكرايب وكتب لي تحت في كومنتات لو عندك اي بارفانات عايزني اتكلم عنها او او فيه بارفانين عايزني اقررنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل وانصحك انك تجيب مين فيهم. دلوقتي برضو الخنفاري بقى الانستجرام وكيف دلوقتي بقى متاح اونلاين ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهاردة مع ازارو باول حاجة تعرفها عنه انا وهي ريحة البرفان ده عاملت زي. هو ريحته باختصار هي فريش سبايسي ودي واروماتيك. فهو البرفان تحس ان هو مناسب اكتر يعني ممكن اقول الفئات العمرية الاكبر شوية. وتحس ان البرفان ليه هبا واقار كده عكس اه الازارو وونتد الاولاني. فالبرفان جودته كويسة. ريحته مستساغة من معظم الناس. ريحته ممكن اشبهها لك مسلا با اه ممكن اقول ان فيكتوس فيكتوري الكسير اللي لسه نازل. يعني هو مشابه ليه لحد ما كنت برضو اتكلمت عنه وعملت له فيديو قبل ما تشتري. فهو البرفان بشكل عام يعني برفان كويس. ولكن الريحة مهش المختلفة قوي عن كل حاجة. هو يعني اصدار جديد وخلاص. فالبرفان جودته جيدة. ريحته مهش مميزة قوي. ولكنها مستساغة من معظم الناس. مفيش حد هيبقى منزعج من الريحة دي. هتلاقي اقبال من الناس كتير. وهترضي ازواء كتير. نروح لتاني حاجة تعرفها عن البرفان ده. او تعددات الاستخدام. تستخدمه امتى وفين وازاي? وايه هي المواقف والفصول والمناسبات المناسبة لاستخدام البرفان ده. هو البرفان ده مناسب لاستخداماتك للجو والميال للبرد. يعني في الخريف في الربيع في الشتاء البرفان ده يمشي معك كويس قوي. انما في الصيف ما هتخدش ان هو يبقى مناسب. الحتة الودي نسلي فيه مش هتبقى مناسبة للصيف. الصيف بيحتاج حاجات فريش اكتر. فالبرفان ده هيبقى مناسب للفصول او لأوقات الميالة شواء للبرد. وهيبقى مناسب ليك على مدار اليوم. ممكن تستخدمه بالليل قبل النهار ده حاجة ترجع لك انت او لزوءك. الموضوع ملوش كتالوج ولا اي حاجة. ولكن هو في المجمل مناسب للاجواء البردة او الميالة للبرد. نروح لحاجة مهمة مع البرفان ده. اه لو هي عامل الاطراءات. هل البرفان ده بيجيب لك اطراءات ولا لا? هو البرفان باختصار هيجيب لك اطراءات ولكن من منطلق ان انت ريحتك كويسة وراجل مهتم بنفسك وبمظهرك وبان ريحتك تكون كويسة. ولكن البرفان مش مميز ان هو الناس توقفك وتسألك انهي البرفان اللي انت حطه وايه الريحة دي انا ما شمتش حاجة زي كده اطلاقا ايه الجمال ده وايه الحلاوة لا مفيش الكلام ده خالص. البرفان يعني ممكن اقول ان ريحته اعتيادية فلو انت معتمد عليه ان هو يجيب لك اطراءات هو بالفعل هيجيب لك اطراءات ولكن في نطاق المعقول ان انت يعني ريحتك كويسة وخلاص مش حاجة اكتر من كده. نروح لحاجة مهمة جدا مع البرفان ده. لو هي عامل الاداء. هل اداء البرفان ده قوي ولا لا? هو البرفان اداء كويس جدا ممكن اقول فوق جايت بشوية البرفان ممكن اعادك سبعة تمان ساعات مستريح مع فوحان بيبقى قوي في الاول وبعد كده بيبتدي يقل تدريجيا يعني ما بيختفيش مرة واحدة لا بيبتدي يعني بالتدريج فالبرفان انت ممكن تعتمد عليه لو انت مشاويرك بتبقى لمدة ساعات ولا حاجة ومحتاج ان انت برفان يقدي معك اليوم كله فالبرفان ده هيبقى كويس جدا مش هيخزلك اطلاقا من حتة الاداء. وان نروح الاخر حاجة خالص مع البرفان ده قيلة وهي سعره هل انصحك انك تجيبه ولا لا? سعر البرفان ده تقريبا سبعين دولار للميت ملي فهو البرفان قخيم من قبل سعر بيعتبر كويس وهل انصحك انك تجيبه ولا لا? انا انصحك ان انت تجربه جنبا لجنب مع حاجات تانية لان هو البرفان ما فيه مش حاجة مميزة قوي ويعني هو مرضي لجميع الازواق وكل حاجة ولكن نصيحتي ليه جربه الاول وقرنه بحاجات تانية قبل ما تقرر ان انت تشتريه ولكنه في المجمع البرفان كويس واداءه قوي.